موضوعنا بفاميلي اليوم هو العلاقة الأولى يلي بتنبنى بين الأم وطفلة أكيد من بعد الولادة مباشرة منعالج هذا الموضوع مع دكتور بطرس غانب أهلا وسهلا فيك مجهور حضرتك دكتور بيعلم النفس وأستاذ جامعي هل عليه أي اللي دايما بتخلي شعور بالزنب وراها ليه؟ هكذا أبالج هكذا أبالج يعني كل الأمات أكيد وخصوصي للسيدات هكي اللي بعضهم لأول مرة بيكونوا أم بفتكر بيكونوا كتير عتلين هام بيكون في كتير هكي خوف من أنه نكون عم نقصر خوف من أنه نكون عم نبعد عن الولد أدي هالشي ضروري يكون ولا أي مدى؟ هلا هذا القلق اللي عم تحكي عنه بيصير على الولادة وقتها بتتم عملية الولادة ومنسمينا عادة قلق وظائفة يعني منه مرضي أبدا وهذا القلق هو اللي رح يسمح للأم لتبلش تباشر ببناء العلاقة مع الطفل يعني هذا القلق رح يتحول لاهتمام بالأول بالمرحلة الأولى منسميه اهتمام مفرد بالولاد بالطفل سوري ومجموعة هالاهتمامات رح تخلي العلاقة تبلش تنشأ بين الطفل وأمه بس العلاقة بتبلش قبل قبل الولادة يعني هي كمان شغل يجب نركز عليها العلاقة ما بتصير على الولادة بتتحضر أول شيء ضمن فترة الحمل وبتكون موجودة دجا قبل الحمل حتى يعني العلاقة مع الطفل الوهمي بتبلش وقتها الأم بتفكر يكون عندها طفل وقتها بتفكر يكون عندها وظيفة أم هون بتبلش العلاقة الوهمية واللي بتصير متجسدة وقتها بتعرف أنها هي حامل بهذه الفترة بيصير في عنا شيء اسمه عمل نفسي يعني ترافايب سي شيك عند الأم بيعمل إعادة لهيكلية الشخصية عند الأم وبيحضر استقبال الطفل عند الولادة قديها الشغلة بتصير بشكل غريزي دكتور يعني هون يمكن منقول هالشعور الأم يلي ما حدا بيقدر يفسره ولا يوصفه أو هاللحفة يلي عنديها الأم على طفلة إن كان بعضه جنين أو لما بيولد أو هل هالشيء لازم ينشغل عليه لأ هالشيء ما لازم ينشغل عليه هذا أجمالا طلقائي نحن ما بنحب كلمة غرائزي كتير بس فهمت المقصد منها يعني التحضير لهالعلاقة اللي بيصير بفترة الحمل من تفكير بالولاد بالطفل شو رح يصير عند الولادة ما بدي تحضير منهجة يعني بيداجوجيك معين إلا بحالات معينة يعني بحالات الأم عم بتعاني من مشاكل أو اضطرابات نفسية معينة وإنها حالات قليلة بس عادة هو شعور تلقائي بيسمح للأم تبلش تتهيأ لحطير تصير أم نعم اليوم بالمجتمع ببعض الحين بيكون فيه هكي شوية أوضاع استثنائية الأم يمكن تمرد مثل ما تفضلت وذكرت يمكن يكون فيه ولادة صعبة رح منحكي بالآخر عن الولادات اللي بتصير قبل موعدها المزبوط ولكن منشوف كمان أنه فيه أشخاص منقدر نستعين فيهم لا يهتموا بالولاد إن كانوا أشخاص من خارج العائلة أو أشخاص من داخل العائلة إن كانت الأم الأخت أو أي حدا تاني قديها شي صحيح وهون إذا بنا نحكي شوي عن مدة معينة لازم تكون موجودة فيها الأم مع الطفل عن قدي وقت بنحكي خلال النهار يعني إن كان الببرون أو الرضاعة أو هالوجود الحسة حد الولاد عدة أسئلة يعني بدي وضح أول سؤال أول سؤال إذا كانك عم تسألين إذا الأم تستبدل في حال كانت مريضة أو عندها سبب معين ما خليها تتواجهة حد الطفل هلأ أكيد نحن بشكل عام ننصح أنه أكيد الأم تكون مع الطفل عم تهتم فيه بحالات الكسوة اللي بتصير خلينا نفرق بالحالات المرضية وحالات العرضية يعني مثلا جبرة تتسافر أو كان عندها شغل هؤلاء مختلفين عن الحالات المرضية إذا الأم لسبب مرضي معين كان يتمنى قدرها تهتم بالولاد مثل ما بيصير بحالات الكقابة ما بعد الولادة يعني الدبريسيون دي بوست بارتو مثلا الولاد الطفل ممكن حدا يهتم فيه بشكل عادي يعني الأم فينا نحل في حدا يحل محل الأم إذا كان هذا الشخص عم بيقدير يقدم الحاجات اللي لازمة لها الطفل الفترة الزمنية التي نحن نعرفها هي لحديث عمر سبع تشهر يعني من زرور لست موة تقريبا الأم فيه يكون فيه حدا تاني بالمحيط عم بيهتم كمان 24 على 24 هون عم نحكي يعني الأم ما بيكون عندها أي وجود بالمرة لا عم بيكون في حال فيه ديفايانس معين يعني الأم عندها غياب طويل فيها تكون غياب كامل أو أيد بيكون فيه مثلا عملية معينة عم تعملها جراحية بتستلزم أنه تكون كتير بعيدة عن طفلها فيه يكون حدا حالي المحلة بهذا الموضوع وما فيه تأثير أبدا على الطفل هون إن كان من نحكي أكيد بالنحية نفسية حسب من يهتم بالطفل بهالفترة وحسب نوعية الاهتمام يلي صارت إذا النوعية جيدة والاهتمام كامل ما فيه مبدئيا ما عنا هالتدعيات اللي نعرفه عادة هديك ردات الفعل المرضية عند الطفل وعند السنائية بين الطفل والأم بيصيروا انطلاءا من عمر السنة أكتر يعني الولد بيبالش يحس بغياب أمه ابتداءا من الثمانة شهر ولا بعدين يعني أكيد لا الولد الطفل إذا بدك تنحكي رح أعطيك ثلاث مراحل هيك من هينا ونبسطها أكتر عنا أول مرحلة الشهرين هي مرحلة من سمية تحضير للتعلق بالأم والولد هنا الطفل عنده دور فعال بهذا الموضوع لأنه عنده قدرات تواصلية مهمة هلأ بنجد عم نحكي عنها أذا بد تاني مرحلة هي العلاقة هي وعم بتصير يعني التشماء وثالث مرحلة هي المرحلة اللي الأم لا تستبدل فيها مطلقا بتصير العلاقة حصرية مع الأم يعني الطفل بيعرف أنه هيدا الأم وهيدا اللي بدوا إياها وبيصير عنده تصرفات بهالاتجاه مثل بيصير عنده تصرفات غضب تصرفات غيرة بيصير بيستغرب من 8-7 شهر وطال يعني دكتور العلاقة بتصير إكسلوزيف الأم صعبة تستبدل بهالمرحلة والأمور اللي بتصير بهالمرحلة اللي بنغيب مفاجئ أو تروماتيزان بيصير عنا شوية مشاكل عند الطفل بس ممكن كمان تنعكس هالمشاكل إذا عرفنا نعلجها بوقت معين دور الأب بهالفترة دور الأب بالفترات بشكل عام البي لجب يكون موجود نحن أكيد بنحبز وجود البي والبيات صاروا شوي حساسين على هالنقطة صاروا عم بيهتموا أكتر من قبل نعم بس بدي ركز على شغلة بحالات معينة مثل كأب ما بعد الولاد مثلا تواجد البي ضروري جدا لأنه بيسنود الأم ويحتويها كمان نعم بساعد كتير والبي فيه يهتم بالطفل مثل ما بتهتم في الأم عم نحكي هون عن الوظائف وظائف الوظيفة البي تسمح له يهتم مثل ما بتهتم جسديا يعني هون بالطأم بالنظاف عاطفيا كمان لا مش بس جسديا عاطفيا يعني البي بيحدون بيقدر يحدون بيقدر يقدم عاطفة بيقدر أكيد هلأ صعب بعض الأببيات يتقبلوها لأنه هولي خصائص بتتعلق بالمرأة بحسب الثقافة تبعون أو تبعنا نحن عامة بس هالشي ما بيمنع أبدا أنه البي يكون حاضن كمان مثل الأم وهالشي عم يتغير بشكل محفوظ جدا حاليا بمجتمعاتنا عم يتغير ومعم يتغير بذلك الوقت يعني كمان فيه صعوبة عن بعض البي تحتى يدخلوا بالعمل الفعلي التفاعل مع الطفل بعمر مبكر يدخلوا بفترة لاحعة فيه أكيد أوضاع رح بنحكي عنها اليوم بذكر المشاهدين أنه ممكن يتصل فينا على السفر أربعة 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 لطرح أي سؤال له علاقة بها الروابط بين الأم وطفلة بداية الروابط دكتور لما بنحكي هنا حكينا عن الأمور الصعبة الأمور المحتمة الأمور المشاكل المرادية التي لا نستطيع أن نسيطر عليها ولكن الكآبة بعد الولادة هل هي تنعد من الأمور المرادية اليوم العادية بتقصد يعني أنه لا حالة الكآبة هي حالة استثنائية هي شو الفرق بينها وبين البيبي بلوز على كل حالة البيبي بلوز هي حالة مؤقتة جدا وما بتضاين كثير بالوقت يعني بتضاين يمكن جمعة وسببها متشاعب يعني سبب البيبي بلوز مختلف عن الكآبة الكآبة حالة مرادية البيبي بلوز ليس حالة مرادية البيبي بلوز بتدل أول شي على تغير الأرمونات بجسم المرأة عند الولادة بس تدعية النفسية مهمة وناتجي عن طاقة اللي بتصرفها المرأة الحامل ضمن فترة الحمال عند الولادة هيدا الطاقة مثل كأنه بتفضى أو بتوقف وما بترجع بتستثمر غير ما الأم يكون الولد مع الطفل معه بين إيديالة حتى ترجع تنقل كل الطاقة اللي كانت عم تنشغل بفترة الحمال على الولاد لا تبني فيه عليها بالفترة اللي بدو يصير فيها نقل يعني كونفرونتاسيون بين الطفل الوهمي والطفل الحقيقي لأنه هلأ صار عندها الطفل ما بقى عم نحلم فيه يعني صار اللي كانت عم بتفكر فيه رسمته هي بخياله صار موجود قدامها وهالشي بيتطلب عدة إشياء أول شي بيتطلب انفصال عن الحالة الحمل يعني الأم اليوم بدت تشوف ابنها اللي كان عنده علاقة حميمة معه لأنه بس عم بتفكر فيه موجود بجسمه رح تشوف موجود مع الآخرين يعني شوف حتى عم بيحمله كمان بيو عم بيدخل ستو خاصة تعفي بلبنين كلهم بيدخل هون وبتحس حالا بتتساءل إذا هي فيها تكون قدرة تهتم فيه ولا لا يعني على قدرة تهتم فيه ولا لا يعني هون بيصير فيه مثل مفاجقة طبعا مع حب الولد وكل شي بس بيكون فيه عمل أكتر من ما نحن نتخيل يعني كأمات إنه قديش بياخد اهتمام هالطفل بياخد وقت بياخد اللي تنوم ما بتعود السيدة تقدر تهتم بنفسها رح منتابع هالموضوع مناخد وقفة سريعة جدا ومنرش بتابعين حديثنا مع دكتور بوترس غانم دكتور بيعلم نفس وأستاذ جامعي عن الروابط الأولى بين الأم والطفلة حكينا شوي عن الأمور الطبيعية يلي بتصير قبل ما نتابع حديثنا رح مناخد التسعة الألو ألو بونجور بونجور أهلين تفضلي بيحكي مع الدكتور عم يسمعيك انت على الهو تفضلي بونجور دكتور أنا بدي أحكيك يعني ابن بنتي أنا صرته تكون هو هلأ عمره سنتين أمه موظفة بس هو لما نوعي صار عمره تقريبا عالسنة سنة وشهر هيك إلا بس تيجي هي من الشغل بتكون هو عندها هي يعني بالبيت بنتبه له واحدة نعم بس تيجي من الشغل بتقول إنه هو بفوع هيك بيصير يعمل حركات بيصير بيروح بييجي بالبيت يعني بيصير قال مش طبيع البنت اللي عندها إلا ما بيكون هيك لما أنت بيكون نعم 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 وبس يجي لعننا خاصة أن نحنا ستة وزده يعني بتقلي رح أخوت أنا أنه بس يكون بالبيت ما بيكون هيك ليه بس يجي لعنكم جميع بدوج ومعلقة فينا كثير بدوج وبصير هيك يعني ما يعرف حاله شو بيعمل هي عم تعصب كتير من هالشغل نعم معرفية شكرا لإتصالك أهلا وسهلا فيك يعني هوني صار عمره سنتين ولد ولكن مين عم يحتي الست جد لأم لما بتجي من العمل عم يكون فيه هيك ردة فعل شوي قوية من الولاد وعم بتعبها كتير وكل الأشخاص اللي عم يهتموا فيه بيقولوا أنه بغيابة ما بيكون هيك عندها وعند بيت ستو كمان بيكون رح أحكي بشكل عام لأنه ما عندي كتير تفاصيل بشكل عام هادي حالات بنشوفها كتير عند الأميات اللي بيشتغلها وقت ويكون الطفل عنده شخصين متعلق فيهم يعني هون الطفل اللي عمره سنتين متعلق أكيد بستو لأنه بيضل عندها في البنتي اللي بتهتم فيه بالبيت أو البنت اللي بتهتم فيه الشخصي اللي عم يهتم فيه نسميه أبجيدة تشمو هون عنده اتنين أبجادة تشمو عنده أمه أكيد وعنده الشخص اللي بيهتم فيه غياب الأم بهك وضع بيحسس الولد بقلق الانفصال يعني بالرجعة الولد بيعبر عن قلقه أنه أمه عم تنفصل عنه بذلك الطريقة شو لازم تعمل هك سريعا تحكي معه لازم تكون شوي أكتر معه بشكل نوعي يمكن أكتر ما عندي تفاصيل عن الموضوع بس أنه مبدئيا هيا حالة قلق انفصالية بتصير أكيد كل حالة بدها دراسة نعم تتعالج بتواجد أكتر من قبل الأم بشكل منظم أكتر نعم دكتور كنا عم نحكي بأنه لما بيخلق الولد وتحديدا أول ولد الأم ما بتكون متوقعة قده كمية العمل يلي لازم تنعمل معه إن كان من الاهتمام الجسدي المعنوي النوم بيتخربط كل نمط الحياة يعني مش بس عند الأم إنما عن الزوجين صحيح وببعض الأحيان كمان الأم يمكن تتقدر شوي أو بتقول ما بقفيني تعباني وبعدين بيلحقها شعور بالزنب يعني هون كيف بدأت تنحل نحن نعرف أنه أكيد العمل عمل الولادة العمل اللي بيصير بعد الولادة كمان صعيب و رح بس أعطيكي صورة صغيرة يعني الأم وقتا بتشوف كل هالمسؤوليات والصعوبات اللي نطرتها أو اللي بلش تتجسد قدامها صار يبكي صار يوعيها بالليسر بتحس بنوع من الخوف أو القلق وهذا الخوف أو القلق أو الحزن اللي بتشعر فيه لفترة وجيزة بحسسها بزنب لأنه الحالة شوي متناقضة أنه أنا لازم أكون كأم مبسوطة أنه عندي طفل بس بذات الوقت مضيقة مزعوجة تعبين يعني عم يجو فيه تعب وفيه غير تعب هالحالتين أو هالشعورين المتناقضين بيجو سوا بيصير عنا شعور بهالزنب والشعور بالزنب منه دايما شعور مرضي الشعور بالزنب ممكن هو رح يولد عمل تصليحي منسميه ترافايدو ريباراسيون يلي بيخلي الام ترجع تعيد الاهتمام بالطفل بحس الولد لما الام تضيق بحس أكيد أو ما بيدره كتير هالشي فيه فرق بين شو بيحس الولد وشو بيأسر فيه بشكل مرضي أكيد الولد بحس بكل حالات النفسية تبع الام إذا الام مبسوطة بيعرف إذا الام زعلاني بيعرف إذا كل هالحالات ممكن يحس الولد من خلال شي ما نسميه احنا التفاهم الضمني يعني الانتر سوبجيكتيفيت يعني الام مثلا كلنا بنعرف أنه الام دغري بتعرف بدون ما يحكي الطفل إذا عم بيبكي لأنه جعان نحن نعرف أنه البكاء هو وسيلة تواصلية يعني مثلا مش دائما بيبكي لأنه جعان أو بيبكي لأنه موجوع مثلا الفكرة هي أنه الام بتعرف تميز أنواع البكاء صحيح اللي هنه ثلاثة مبدئيا دونك تعرف أنه هلأ عم بيبكي لأنه بده يأكل أو هلأ عم بيبكي لأنه موجوع هلأ مرتاح عم بيطيلع أصوات لأنه مرتاح للطفل أو لا فإذن هو بيفهم عليها بيفهم أنه فهمت وهي بتفهم شو بده هذا بيصير في عنا شي تفاهم ضمني والوالد كمان الوالد إذا تدخل أكيد بيانشير آخر سؤال عن الحالات الاستثنائية شوي لما بيصير في ولادات مبكرة لما بينحط ولد بالكوفوز أو لما الام كمان بتكون مريضة أو مرض الولد الطفل أو مرض الام كيف هون لازم تتصرف قد يتأثر الولد نفسيا يعني منعرف أنه بيكون صعب أوقات على الام اللي بتكون مولدة جديد أنه تنتقل على المستشفى من جديد تتقدر تشوفها الولد أو التعمية أو ما فيها التعمية هون بيكون فيه بس لمس يمكن ما هيك؟ صح أو بهالحالة ايه مثلا أكيد في تأثيرات بتصير بس هود التأثيرات بتتصلح وليزم نفرق بين شو في شي بيتصلح شو فيه أشياء بتصير أكتر دائمة permanent أكتر بالنحية الاترابات إجمالا الاترابات اللي بتصير بالأول إذا الام تساعدت وعارفت تتعاطى معها بشكل جيد يعني ضلت مكملة التعاطى مع الولد والتواصل معه الرابط بيضل مكمل الرابط العلاقية بين الام والطفل بيضل مكمل أدي ممكن تغيب هون الام يعني ما عنا ما فينا ما فينا نحددهم بس الولد بيتحمل فترة زمنية معينة من الغياب خاصة إذا في حدا معه يعني ما رحكو ما ترك كتير لوحده بالنهاية طفل أصلا ما بينترك وحده كتير مهم بالفترة قبل السنة مهم كل هول الأشياء اللي عم نحكي عنا ترجع تتواصل معه بشكل جيد ليش بيصير اضطرابات لأنه هذا التفاهم الضمن اللي حكينا عنه من شوي ما بعض موجود الأم منت بشكل دايم مثل ما قلتيني من شوي منت بشكل دايم معه لتصير تفهم عليه ويفهم عليه بصير هالشخص اللي عم يهتم هو اللي عم يتفهم أكتر بصير في ضياع شوي بهيك وضع بصير في ضياع يعني في حدا عم يهتم بشكل جزئي وفي حدا تاني عم يهتم بشكل جزئي مش متل وقتا ما نكون حطينه بمحل مع شخص عم يهتم فيه بشكل دايم وبعدين كيف تتصير النقلة بين هالشخص وبين الأم الأم بدأت تكون موجودة لتلك تحت عمر السبع تشهر تلقائيا شوي شوي بتصير في أشخاص بساعده في اختصاصيين بكل شيء بدور حول الولادة بنسميها نحن السبسياليست اللي هنالساشفام اللي بسيكولوك اللي مرنين على هالموضوع في عنا البادياتر كل هؤلاء أشخاص ممكن يساعدوا بهك حالات مرضية أو بهك حالات فيها اضطرابات استثنائية ممكن يتساعدوا أصلا لازم يتساعدوا بدي أشكر رجوتك معنا ونصائح والتوضيحات اللي عطيتنا يهم بفتكر في كتير سيدات اليوم ارتاحوا شوي أكتر خف الشعور بالزنب عنهم أكتر أهلا وسهلا بيك دكتور بطرس غانم وقفة سريعة ومنتابع عن تيفي ألايف شكرا